في الوقتي زي ما احنا كنت بتتكلم انت الدراسة و الفكرة الدراسة طبعا مهمة جدا لكن أولياء الأمور و الناس كلها بالنسبة لهم محمد صلاح رقم واحد و عايزين ولادهم يبقوا كده في يوم الأيام هل ممكن نشوف عدد كبير محمد صلاح للفترة الجاب بناء على ان الناس كلها خلاص خدت فكرة النجم الكبير محمد صلاح ممكن نشوف مواهب زيه باستمرار بص يا كابتن اللي انا عايز اتكلم فيه عن محمد صلاح اتكلمش عن محمد صلاح فنيا ولا بدنيا ولا اي حاجة اتكلم عن منتالة يعني فكر فكر محمد صلاح هو اللي فرق معي لان انت لما بتتكلم على مستوى لعيبة قبل كده كتير في لعبة كتير طلعت و كانت مكسرة دون يميد و عمر زاكي كذا حد اسمها كتير لكن ان انت تستمر و ان انت يبقى عندك طموحات و كل محطة طموحات سقف طموحاته بيعلى فالمنتالة بتاع محمد صلاح و فكره مش امكانياته بس هو فكره هو اللي بيوصله لكده طموحاته اللي بلا حدود ان هو ازاي اقفل على نفسه مهم جدا لعيب الكورة هو الشخصية الشخصية المسئولية مش فنيا او ان هو مهاري او اي حاجة لكن الشخصية والمنتالة الفكر بتاعه هو عايز ايه؟ احمد انت بت مسئول عن اكاديميات اعتقد انت مزموط او انا غلطان؟ الحمد لله عندي عندي اكاديميات في اسكندرية بتتكلم عليه دلوقتي ان انت بتديهم ازاي بقديهم شخصية و من هم صغيرين دي اول حاجة كابتن بص كابتن انا اللي يفرق معاه بشكل كبير جدا مش ان انا مثلا ولد يروح نادي فبقى استنى من وراه حاجة انا عايز الولد ده يبقى احسن مكان الحمد لله سعدت ولاد بشكل كبير جدا راحوا نادي الاتحاد و راحوا نادي الولمبي و راحوا نادي حرص الحدود موهبة كابتن بس كلامه انت قدوة بالنسباله فلما تيجي تتكلم معاه فهو بيسمعك فانت اللي هتفرق معاه في الكلام ده الولد الصغير لما بتيجي تكلمه الكلام بيخش في مخه ما بيطلعش فلما بتيجي تكلمه عن شخصيته عن علاقته مثلا باهله عن علاقته مثلا بصحابه عن ان انت نفعش تقعد مع اي حد نفعش تقعد في اي مكان المكان مثلا في وقت معاين لازم تروح كل ده كابتن فروغ بيكووم لك شخصية لعيب صغير محمد صلاح فيه ناس ممكن تقولك مش هيبه في محمد صلاح تاني لأ قابل محمد صلاح كان كنانا بنقولي مش هيبه في ميده تاني مش هيبه في كابت الخطيب تان لكن محمد صلاح كسر كل ده لكن في محمد صلاح واثنين وثلاثة لكن انت كمسؤول عن ولاد صغيرين انت ضورك مع ايه مش دورك ان انت تاخد من ورا ايه انت ضورك هتفيد هتدفله ايه كفكر مش مش مهارة كفكرة ان انت بتكووم له شخصيته ان انت ازاي تطلع نجم فده الغرض من التعامل مع الولاد الصغيرين فده اللي يفري معهم بشكل كبير وده اللي أنا مركز فيه معهم